تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 586 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 197 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 20 طن كما تم ضبط أكثر من 152 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 6 أطنان كما تم ضبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 448 قضية من بينها 136 قضية خبز ناقص الوزن و114 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت 42 طن